بسم الله الرحمن الرحيم صباح الخير عليكم او مساء الخير على حسب ما هتشوفوا الفيديو ازايكم عاملين ايه جولتنا النهاردة في مول مامشا مصر المول الجديد اللي مفتوح في وكالة البلح وهو على الكورنيش على طول احنا دخلنا من احد الكورنيش وكان على شمالنا البنك الاهلي ومكملين بسافة بسيطة جدا وهنلاقي المول علي منا مول كبير جدا طلبتوا مني ان انا اعملكوا زيارة لي عشان تشوفوا ايه الموجود فيه بصوا دي الاستنداتة اللي موجودة برة قدام المول او جنب المول ولسه بقى هندخل جوه ونشوف ايه اللي موجودة عندنا احنا كده وصلنا للمول المسافة بسيطة جدا من ناحية الكورنيش يعني مش هتمشوا كتير واليافطة بتاعته كمان موجودة على المدخل بتاع اه اه على الممر اللي بيوصلنا للمول تخلنا بقى وقلنا بسم الله الرحمن الرحيم وهنشوف ايه اللي موجود هناك ما تنسوش بقى قبل ما نبدأ الفيديو كده تعملوا لايك للفيديو واللي ما اللي اول مرة يشوفني يعمل سبسكرايب للقناة وياريت تكتروا من اللايقات لان اللايقات قليلة جدا وكمان المشاهدات قليلة جدا الناس اللي مش بتوصل لها اشعارات ياريت اه تفعلوا الجرس الجرس ده موجود جنب كلمة اشتراك وتعملوه على الكل عشان اي فيديو جديد ليه ينزل يوصل لكم اه اتمنى زلك يعني واللي مفيش فيديوهات بتوصل لها ممكن تلغي الاشتراك وترجعوا تاني عشان كل فيديوهات يتوصل لها اه نكمل بقى مع بعض وبنشوف ايه اللي موجود عندنا في المول زي ما انتو شايفين كده المول اه او المكان مساحته كبيرة بصوا عامل ازاي مساحة كبيرة جدا هتحققلك حاجة انت بتتمنيها اي حد بيحب ينزل يشتري حاجة بيحب ان هو يدخل مكان اه شامل كل حاجة يعني انا شخصيا احب مسلا لما اجيب اه خزيني البيت بتاعي احب ادخل سوبر ماركت الم كل اللي انا عايزاه اه لاني ببقى نزلة مش فاكرة انا عايزة ايه بس لما بشوف الحاجة بفتكر فدي من الحاجات اللي بتريح الناس كلها او معظمنا يعني بس يعني انا شخصيا الحاجة دي بتريحني جدا ان انا ادخل مكان اجيب منه كل حاجتي كلها مرة واحدة وكمان لو نسي حاجة ممكن المكان نفسه يفكرني بيها ان انا اشوف الحاجة اللي انا عايزها فافتكرها اه وده اللي بيوفروا لينا المكان ده ان المكان كبير ما شاء الله يعني اه في شغل كتير في كل حاجة عايزة رجالي عايزة اطفالي عايزة شبابي اه بناتي كل حاجة هتلاقوها موجودة في المكان ده وبنفس الاسعار اللي موجودة برا في الوكالة اه ميزة كبيرة جدا ان انت هتدخلي مكان واحد طبعا ده في الشتاء حلو جدا ان انت بتترحمي من المطر ومن المشي في في الهواء وفي السقعة وفي الطراب وفي الحاجات دي كلها في في الصيف كمان بتترحمي من الشمس ومن حرارتها ومن الكل الحاجات اللي احنا بنقابلها بنقابلها بنيجي ننزل نشتري حاجة دي من مميزات المكان برضو آآ طبعا ان انت تدخلي مكان وتلاقي في كل الحاجات اللي انت عايزها دي بقى احلى واجمل ميزة وانا شايفاها الميزة كبيرة جدا في الموضوع ده هتخش المول هتلاقي كل حاجة كل المقاسات كل الاعمار عايزة هدوم بيت كمان موجود يعني مش حرمينك من اي حاجة كل الجمعة طبعا الحاجات دي بتتجدد بينزل شغل جديد كالمعتاد وكالمتعرف عليه في الوكالة ان احنا كل جمعة بنزل شغل جديد احنا هنا عند الرجالي زي ما انتم شايفين كده مدلات كتير ومقاسات كتير بصوا ما شاء الله المكان كبير وطبعا انا مش هعرف اجيب لكم كل الحاجات اللي موجودة فيه بس هجيب لكم بعض الحاجات عشان ابقى جمعتلكو او عرفتوكو ايه اللي موجود زي ما انتم شايفين طبعا الجنسات وقماش اه كتير اه ملابس اطفال هتلاقي ملابس بنات هتلاقي حلو جدا وحاجات كتيرة جدا اه عايزين عايزين شميزات عايزين عايزين جواكت كل الحاجات دي موجودة وموجودة كتير كمان والاسعار زي ما انتم شايفين انا كل جايب لكم السعر بتاعه ومورياكم بعض الحاجات اللي موجودة عليه طبعا مش كل الاستندات جدا ده كده مية وعشرين وهنشوف اللي موجود بصو دي جلاليب او عبيات شتوي حاجات بقى حلوة جدا مقاسات واطوال هتلاقوا حاجات حلوة اجيه وكل بقى زوق وكل اللي حد عايز حاجة معينة هيلاقيها ان شاء الله وزي ما انتم عارفين دي اسعار الشتة في الوكالة الاسعار احنا يعتبر لسه برضو اه في الموسم فالاسعار اه زيادة شوية في نهاية الموسم بقى بتلاقوا الاسعار دي كلها بتنزل بس دي المتعرف عليها ويمكن كمان من السنة اللي فاتت انا اه الوكالة معايا من السنة اللي فاتت فهي دي الاسعار يعني ما حصلش فيها تغيير صراحة اه يعني الحمد لله ما زادتش زي ما هي دي بقى مجموعة الجلاليب حتى الارواب كمان يا جماعة فيه ارواب شتوي هوريها لكم برضو اه عايزة تجيبي حاجات لاطفالك موجود ولادي وبناتي بصو شكلها حلو قوي قصة المول ده بقى ايه يعني انا كنت اه دخلة على اساس ان المول ده اه صاحبه واحد بس والكل اللي استندرت اللي موجودة برضو ملك الواحد بس اه طلع ان المكان ملك الواحد لكن اللي اه الناس اللي جوه المول مأجرين منه اشخاص يعني طول ما انت ماشي كل استندات ليها اه صاحبها كل ست استندات يعني هم مع مقسمين المول ده على بكيات كل بكية فيها ست استندات اه وطبعا كل اه كل مجموعة استندات ليها صاحب اه اه يعني هو اللي بتعامل معاك مش كله مع بعضه ومش كله حاجة واحدة يعني انه كنت دخلة متخيلة كده ان هو مكان لمالك واحد لا طلع ان هو المكان مالك واحد ومأجروا منه اشخاص كتير وطبعا انتو عارفين بيدفعوا اجارات عالية فا اه يعني بيبقوا عايزين اه يبيعوا ويخلصوا عشان يعرفوا ويدفعوا اجاراتهم ويكملوا ويستمروا في المكان وطبعا ربنا يرزق الجميع يا رب وطبعا انتو عارفين ان الوكالة اسعارها اه يعني لا يعل عليها اسعارها كويسة حنينا في المتناول ويمكن حاليا يعني كل الناس هتنزل الوكالة يعني في الفترة اللي احنا فيها دي بتالي ما فيش حد هيفكر يروح مكان تاني غير الوكالة وانا بشجع ان الكل ينزل الوكالة صراحة اسعار كويسة اه هادية اه يعني تقدر تجيبي بدل القطعة اتنين وتلاتة واربعة وتبدلي فيهم ويبقى عندك كم لبأسة به من الملابس اللي تقدري تغيري فيها فدي طبعا حاجة كويسة وفرصة كمان وهتلبسه كمان برندات يعني مش هتلبسه اي حاجة يعني زي ما انتو شايفين كده العبات الشتوى دي كلها حاجات حلوة جدا كلها نظيفة جدا وحالتها ممتازة احنا مش عايزين اكتر من كده صراحة في الوقت الحالي دي بقى كمان بانطلونات مأسات بقى قماش وفيه كمان جنسات حاجات حلوة بصوا دي الارواب بمية وخمسين دي فيها برانس وفيها رواب بصوا بكل اللي انتو شايفينه ده رواب وبرانس طويل وقصير يعني هتلاقوا مأسات وهتلاقوا كمان اطوال اللي بيحب الرواب القصيرة البرانس القصيرة كل الحاجات دي موجودة وكمان الطويل موجود ومأسات كتير بقى كله شتوي ما شاء الله يعني حاجات حلوة كده محترمة حاجات تدفي في البرد اللي احنا في ده وكله سعر مواحد مية وخمسين جنيه انا وردتكو الاطوال في كمان رواب صغيرة كمان هنا كمان اهو حاجات لزيزة وظريفة ندخل تاني بقى على الجوكت الجنسات الناس اللي بتحب الجوكت الجنس هناك ما شاء الله كتير وبمية وخمسين يعني ما شاء الله كل حاجة موجودة في مكان واحد مش هتلفي ومش هتتعب نفسي ده برضو ما يمنعكيش ان انت تلفي في الوكالة برضو تاخدي جولة فيها كلها بصو كمان للشراويل حلوة جدا برضو هتخلصي المول وبرضو تطلعي تعملي جولة في الوكالة وتشوفي ايه الاخبار والاسعار عام لايه وبرضو ممكن تلاقي موديلات تانية مختلفة في اماكن تانية بس لو انت مش عايزة تتعبي وتلفي يبقى هنا احسن وتخلصي وتجيبي حاجتك لو الموديلات اللي موجودة في المول تمام يبقى خلصي حاجتك منه وامشي لان الاسعار مش هتختلف كتير عن برا دي مجموعة الشراويل انا بحاول اوريكم الستانداد كمان قد ايه بصو ما شاء الله شغل كتير وزي ما قلتلكم كل جمعة بينزلوا شغل جديد هنا ده ميتين وخمسين الستاند ده بصو بقى مقاسات واطوال برضو وهواريكم برضو فرق الاطوال اللي موجود بالنسبة لموضوع الكوتشيهات بتاعت الوكالة يعني برضو انا عشان انا جربت اه تجارب كتير وخصوصا مع اولادي يعني بصراحة اه اللي عاوز يجيب كوتشي انا ارجح له ان هو ينزل يجيب من الوكالة لاني انا شايفة ان اللي احنا بنجيبه من برا بيبقى غالي قوي وعمره قصير جدا اللي بيجي من الوكالة بيبقى سعره معقول وعمره طويل سبحان الله مش عارفة ازاي يعني انا دايما بشوف ان الحاجة اللي سعرها قليل يعني عمره بيبقى قصير جدا وليها مشاكل كتير انا شفت العكس تماما في موضوع كوتشيهات الوكالة كوتشيهات بالزيت يعني الحاجات اللي ليه فيها تجارب بقولها لكم اه يعني انا جبت مسلا اه كوتشيهات من اللي بربع مية وجبت من اللي بمية وخمسين الاتنين ما يختلفوش عن بعض صراحة اللي بربع مية واللي بمية وخمسين الاتنين جودة واحدة والاتنين عمرهم طويل معايا اه جربت من برة يعني اه كان قصادهم حاجة جبناها من وسط البلد طبعا ده الابني وابني ما شاء الله عليه يعني طبعا انتوا عارفين الكورة والآ واي حاجة في الشرع بيشوفها بيشوتها فما فيش حد بيستحمل الحاجات دي فانتوا عارفين الصبيان بيبقى يعني استعمالهم للحاجات دي خاطئ تماما فا آآ من جبت له في العيد من وسط البلد بربع مية وخمسين جنيه الكوتشي مش عايز اقول لكم اتفتح من تحت آآ اتفتح بشكل آآ غريب جدا وبقى بيدخله بقى مية وتراب يعني الشراب بيتقلع كأنه ماشي بيه حافي يعني كأنه ماشي بالشراب مش ماشي بكوتشي فبصراحة يعني آآ يعني المقارنة ما بين ده وما بين ده زعلتني جدا ان انا اجيب حاجة براند وحاجة سعرها عالي وآآ ابصة لقيها يحصل فيها كده وآآ ما عادتش كتير معاه وطبعا بيغير مع كوتشي هات تانية فآآ يعني حاجة مش كويسة خالص يعني مش حاجة هو مركز عليها لأ ده بيغير مع حاجة تانية وبالرغم من كده دي كانت النتيجة بتاعتها بصو السويتش رتات حلوة ازاي جميلة آآ لكن بصراحة اللي جم من الوكالة مش عايز اقول لكم قد ايه حلوين عايشين مكملين وآآ يعني الحمدلله آآ في يعني بدل ما تنزل تجيب او تنزل تجيبي كوتشي بآآ آآ بتلتمية جنيه او بربعمية جنيه او بخنسمية جنيه او اكتر آآ طبعا ده ده المتوسط بتاعنا يعني المفروض ده المتوسط لأ انزل الوكالة هات لك بدل كوتشي اتنين او تلاتة بتمن واحد يعني لو الكوتشي في الوكالة بمئة وخمسين جنيه هتجيب تلاتة بربعمية وخمسين جنيه بتمن واحد بس وهيبقى معاك تلاتة هتغير فيهم هتجيب الوان وهتجيب اشكال وهيبقى حاجة مية مية معاك بصراحة يعني انا شايفة ان الموضوع ده آآ احلى واجمل واوفر يعني ده رأيي وآآ ليكم طبعا مطلق الحرير انتو تاخدو به او لأ بس يعني انا بحكي لكو تجربتي بصوا كمان بقى السويتشرتات هنا عندهم مجموعة حلوة جدا بجد اللي هيزور المول هيتبسط جدا جدا من الحاجات اللي موجودة فيه طبعا آآ طولي الاسبوع هو شغال مش يوم معين ولا في يوم قافل فيه ولا حاجة طولي الاسبوع شغالين ما بيقفلوش آآ من الصبح لحد الساعة تسعة وعشرة بالليل لحد المحلات ما بتقفل هما شغالين من الصبح لحد بالليل يعني ممكن تروحوا في اي وقت فائوي وفضل بقى انتو تروحوا في وسط الاسبوع عشان تبقى الدنيا هادية زي ما انتو شايفين كده يعني ده كده كان يوم الحد بصوا عامل ازاي هادي ورايق طبعا الناس كلها مشغولة في السوق او الناس اللي بتنزل الوكالة بتبقى نازلة مركزة على السوق مش على المحلات ولا الهدوم فبيبقى يوم الحد الهدوم الى حد ما نايمة شوية طبعا يوم الجمعة بيبقى الشغل حلو جدا آآ في الهدوم لان بيبقى الوكالة كلها فرش شغل جديد فيبقى كله نازل عشان الهدوم والكلام ده انا قلت لكم كتير جدا بصوا كمان الاطفال بنات وولاد هتلاقوا حاجات حلوة قوي 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 يعني هتشتروا حاجات حلوة جدا البنطلونات كمان بقى ولادي آآ مقاسات كتير تالي من عمري سنة وانتو طلعين بالاستانده هو شكله انا كان نفسي بصراحة اجيب لكم الاستاندهات كلها بس يعني هي كتيرة جدا وصعب ان انا اعد عليها كلها بس يعني اللي كان قدامي آآ صورته لكم بصوا كمان بانطلونات الجينز بجد المكان حلو جدا هيعجبكم وكمان آآ قربوا من الكورنيش كمان هيسهل على ناس كتير بدل ما ندخل بقى جوال وكالة واللف فيها وزحمة آآ والجاو ده لأ الموضوع سهل جدا قريب منكو آآ اللي بيركب مواصلات هينزل على الكورنيش هيبقى الموضوع بالنسبة له سهل جدا وآآ زي ما انتو شايفين كده هتلفه هتجيبه حاجات حلوة قوي وكله في مكان واحد ودي الميزة كبيرة جدا اللي انا شايفها حاجة عظيمة جدا ان انا ادخل مكان قلم منه كل اللي انا عايزاه آآ بينقص المكان ده لسوريهات بس يعني هو محتاج يبقى فيه كمان سوريهات في ياريت لو في حد من الناس اللي بمقجرة في المول آآ سمعاني آآ يوفروا موضوع السوريهات كمان يبقى انت كده تمام آآ جبتي كل حاجتك او كل اللي انت عايزاه هتلاقيه موجود في المكان ده بس ان شاء الله اكيد يعني احنا عشان مش في موسم الافراح انتو عارفين الافراح بيبقى الموسم بتاعها في الصيف اكتر آآ ممكن انت لقوها على الصيف اه ابتدوا يجيبوا السوريهات دي كمان بصو ماكس يعني هتلاقوا برندات كمان يعني هتزبطوا نفسوكو خلاص كده احنا قربنا نخلص الجولة سويتشرتات برضو كده جولتنا خلصت في مول مامشا مصر يا رب بتكون الجولة عجبتكم وقدرت اجيب لكم آآ يعني اكبر قدر ممكن من الحاجات اللي معروضة في المول واسعارها كمان واكون لبت لكم طلب آآ يا رب بيكون الفيديو عجبكم ما تنسوش بقى لو الفيديو عجبكم لايك وشل الفيديو لو المرة تشوفوني اتعملوا سبسكرايب للقناة اشوفكم في جولة جديدة باي باي